وفادينا أنظار محبي رياضة التنس ستتجه نحو ملاعب نادي نادي الضباط الأمن العام من المنتظر أن تستضيف بطولة تشالينجر للتنس مزيد من التفاصيل تعرف عليها في سياق التقرير التالي تستضيف مملكة البحرين منافسات بطولة وزارة الداخلية ATP تشالينجر للتنس والتي ستقام على ملاعب نادي الضباط الأمن العام بالأقضيبية بإشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع نادي الضباط الأمن العام خلال الفترة من الثاني عشر لغاية التاسع عشر من فبراير الجاري فقط نعتز فيها من اتحاد ربطات المحترفين الاتيبي التي أولونا إياها حقيقة وأعتقد أن هذا ما يكون من فراغية من جهد سابق ارتقوا الاتحاد الدولي أنهم يعطوننا هذه الثقة ولله الحمد أعتقد أننا نكون إن شاء الله مستعدين وشبابنا مستعدين ونبين فيها أيضا قدرة الشاب البحريني ونسومي وزارة الداخلية على تنظيم مثل هذه البطولات جميع اللجان إن شاء الله العاملة البطولة مثل هذه البطولات يكون فيها اللجان متعددة الإخوان في جميع اللجان إن شاء الله مستعدين الملاعب جاهزة وإن شاء الله تكون بطولة مميزة بإذن الله ورح تشوفون إن شاء الله في تميز واستعداد إن شاء الله عن السابق أفضل السنة هذه إن شاء الله بإذن الله وتقام البطولة هذا العام لفئة 125 وبتصنيف يفوق النسخة الماضية من بطولة تشالينجر التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس حيث تقام البطولة في المملكة للمرة الثالثة في تاريخها والثانية على التوالي بعد الاستضافة الأخيرة في نوفمبر من عام 2021 هيتشارك طبعاً لعيبة مستوهم عالي من الأوائل اللي هو يسميهم الطوب عندرد هيكونوا قادرين إن هما يكونوا شاركوا في هذه البطولة كل الاستعدادات ابتدأت بادري قبلها بشهرين كل حاجة بدأت بشهرين إن هي تكون جاهزة لتنظيم هذه الفعالية الكبيرة وده دليل إن كل اللجان أيبة المهمة بتاعتها على أكمل وجه من سواء من تحضر الأمن العام أو من النادي كلهم صراحة قاموا بمجهود كبير مغفرين كل الإمكانيات أن نحن نقدر نوصل للمواصفات الدولية العالية ونبقى البطولة تصنف أو تأخذ أعلى تقييم من جهة الـ ETB أو من جهة اللاعبين إن شاء الله وستشهد البطولة مشاركة مصنفين عالميين بتصنيف أعلى من اللاعبين الذين شاركوا في النسخة الماضية والتي تقام مباشرة بعد بطولة استراليا المفتوحة للتنس مشاهدين الحديث أكثر حول هذه البطولة والسعداد اللي يسعدنا أن ننضم معنا فيها للستوديو الراري محمد مصطفى السيد مدير بطولة وزارة الداخلية شالنجر للتنس أهلا مرحبا فيك أهلا بيك خلنبتدي معاك ممكن عن نظام البطولة أنت عرفت بي بسم الله الرحمن الرحيم نظام البطولة اللي هالآن بيكون هو إخراج المغلوب وتتقسم البطولة إلى ثلاث فئة اللي هي بتكون أول شيء الأدوار التمهيدية واللي هالمرة شوي غير لأنه بتشملها 24 لعب من بينهم بأهل ست لعبين جميل وعندك بعدها اللاعبين اللي هو الأدوار الأساسية عقب بيكونوا 32 لعب لين ما نوصل للنهاية إن شاء الله آخر شيء بيكون النهاية إن شاء الله تاريخ 19 فبراير غير هاي بيكون اليوم اللي قابله اللي هو الدبل من انطلاقة متى رح تكون؟ يبتدون الكواليفاي 12 و 13 فبراير جميل خلنتكلم عن دور الاتحاد الرياضي دائما دور كبير في هذه البطولة خلنتكلم عن شلون ممكن يساهم سنويا في إنجاح هذه البطولة أخوي عيسى يعني لله الحمد البطولة من خلصها 2011 وانت كنت معانا تذكر ابتدين من بعدها سينا نطالع اللي هو نقاط ما منقول للضاعف بس هي النقاط اللي نعدلها لنا يعني فبتدين بالاجتماعات ورتبنا الأمور مع الاتحاد الـ ATP وبعد ما شكلنا لجانب اللجنة التنظيمية اللي هي برأسة سيدة رئيس الاتحاد ابتدين الشغل ليه ما وصلنا ليه إن شاء الله هالأسبوع نبتدي يوم الأحد البطولة هذي يمكن أقوى من النسخة اللي فاتت نتكلم عن فئة 125 نعم يعني لابد لما تجلب اللاعبين بهذا المستوى فيه تحديات فيه صعوبات دعنا نتكلم عن هذا الجانب دعنا أشرح لك أول شيء بخصوص بطولة الشالنجر هي تبتدي من تصنيف اللي 50 لـ 125 فآخر نسخة كانت 80 فوصلوا لنا اللاعبين يعني من أفضل تصنيف كان تقريبا 180 عالميا هالسنة غير هالسنة وصلت لـ 125 عقب ما خلصوا في إسرائيل في بطولة إسرائيل المفتوحة يعين لك لعبين يعني ما شاء الله نهر فتصنيفهم من تقريبا 79-80 عالميا ولعبين مشهورين مثل ما يعني ذكرت من قبل يعني دائما هذي تلقى يمكن يعني اهتمام من اللاعبين خصوصاً اللي يبحث اللي يلعب في هذه المنطقة يعني يعني يبه هو صاير تور في الخليج عقب ما يخصون هنا بلوحم بطولة قطر بعد بطولة قطر بلوحم بطولة دبي فهو أسهل لي البحرين مثل ما قلنا لنا بتكون شالنجر بعدها بيروح لـ ATP 250 و ATP 500 خلنا نتكلم عن انطباع الاتحاد الدولي اللي اعتقد دائماً يتواجد معاكم في هذا الحدث سنوياً شون تخضون الانطباع شوف أقب ما خلصنا البطولة يعني ما شاء الله الحمد كان لهم شكر وحتى استغربوا لما يوجد زياراتهم في البداية قالوا يعني انتوا خصوصاً للنادي وتجهيزاته ومرافقه وكل شيء وما ننسى أن نشكرهم يعني برأسة المقدم جاسم حسن فكانوا يعني منبهرين بالموجودة عندنا فقالوا هاي كلها موجودة في النادي فيعني انت عندك الليفل أكثر من من ثمانين آخر مرة صحيح فوصاً يعني يقول لك انت عندك الفاسيليتيز حق مئتين وخمسين حتى خمسمية تقدر تستوي بس يعني لأننا عندنا أربع ملاقب فإن شاء الله في خطط في المستقبل يعني دائماً الرؤية المستقبلية دائماً أورادي هنا في حين فهالبطولة في رياح حق المريال إن شاء الله يعني نفاجأ بكم وهاي كل الليل يعني بالتوجيهات سيئة مع الوزير ويعني الفلاب اللي يسويه الحق ديتلز عندنا في البطولة نعم ما شاء الله يخليك أنك يعطيك مثل تحدي أنك أنت بتشتغل زيادة يعني دعم معالي الوزير مو بس على المستوى ممكن توجيه حضور الشخص يأكيد يدعم كبير بالنسبة لكم وهو يعني تحت رعايته وما يقصطه العمر يعني في كل بطولات موجودة في النهاية دائماً التتويج يعني جمال التتويج بحضوره ودائماً هذا هي حتى أتذكر يمكننا أنقعنا مع ATP Challenger السيو كانوا يتكلمون يعني حالات الصورة في هذه النهاية فضل أما آخر مرة اللاعب الهندي فاز صورة جميلة يعني لحنهم يستخدمونها فضل خنتكلم أمكن عن أبرز اللاعبين في هذه النسخة خنتكلم أيضاً عن هل في ظل الصراع اللي نتكلم عن اللاعبين العالمين رح يشاركون هل في لاعب بحريني رح يشارك في هذه النسخة نعم بس أقول لك أن التصنيف في اللاعبين هالمرة يبتدي من تقريباً 80 وانت رايح يعني أعلى لاعب يمكن بس 210 وحصل لشانس أن اللاعب فيه 2 عرب يلعبون اللي هو يوسف قال لعب البحريني وكذلك بيلعب اللاعب الأردني اللي هو حين بارز كان سمعته فيه في بطولة الأخيرة اللي كانت في الكويت وفاز وحين بطل عرب وما شاء الله حين كنت تتابع معهم وأمس فاز في أسبانيا ما شاء الله فبيشاركون 2 عرب إن شاء الله في البطولة يوسف ما شاء الله عليه حالياً في البادل وفي التنس موجود موجود لا نتكلم عن البادل بس أكيد خلنا نتكلم أكثر ممكن عن البرنامج الميني التنس أيضاً دائماً يمكن تهتمون في هذا البرنامج اهتمامكم فيه إلى يعني أي هدف تحبون توصلون له مثل ما قلت لك يعني بتوجيهات سيد مع الوزير إنه مو بس على البطولة تنظيم البطولة تحتى البرامج يعني البرامج عندنا البرنامج الميني تنس اللي هو في النادي الضباط موجود ببتدى صار لأحني يمكن ثمان سنين والله الحمد يعني طلع أنا خامع حلوة حتى أنا مساء أسأل فيها كبراً في التلفون أكلمهم في لعبون في هولندا واحد من اللعبين ونحن ست ست نشوف حتى التنافس على درجة عالية نعم الحمد لله في النماء يعني هذه البطولة يمكن صارت عادة سنوية بالنسبة وزارة الداخلية والاهتمام اللي تحضرون في شل يمكن بالنسبة لكم اختلاف هذه السنة سواء من تحديات سواء من جديد بالإضافة أنا ما بقل لك تحديات والتحديات لما تقول لي تحديات نحن يعني تحسن شيء إيجابي أنك تشتغل عليه وتبتدي شيء ثاني كان شوي صعوبة في البداية مع الاتحاد الـ ATP عندهم يعني أشياء لابل أنك تروح أكثر فالحمد لله كل شيء خلصنا وكل الأمور جاهزة بس يعني هي البطولة يعني البطولات التنس وثين ما أنت كنت معاننا تطورت من 2013 كانت بطولة سيد مع الوزير دابل عقب تطورت ل2015 وصلت لسينجل عقب 2017 يبنو كانت البطولة ITF والثانية اللي هي تحلنجر ثماني وهل مرة إن شاء الله وكنت على المستوى الإعلامي حظت مهتمام كبير ناقل مباشر ومشاء الله يعني في كثير من الجماهير الرديد يكلمونا للحضور والتذاكر وكل شيء فأي أحد يريد يكون متواجد تواصل مع نايد ضباط الأمنا جميل متوقع وصل اللاعبين اللاعبين يبتدون يوصلون من شاء الله يوم الخميس واللي جاء كلهم موجودين الحكام ما تكلمنا عن الحكام الحكام يعني ما شاء الله هالسنة بيكون عندنا من أفضل الحكام في العالم اللي كانوا موجودين وردي في أستراليا ما شاء الله فتقريبا 40 حكم من حكام خطوط وحكام كراسي يعني حتى الحكم البحرين يمكن يستفيد عندنا لأول مرة هو الحكام البحرين يكون الحكام كراسي ويكون هناك الحكام الخطوط بحرينيين تقريبا عشرة ما شاء الله يعني دائما الاستفادة من البطولة متناعة سواء على مستوى التحكيم ومستوى التنظيم وخصوصا مثل ما قلت برنامج الميني تينس خليناهم يشاركون في البول بويز معظم هذين اللاعبين يوم كانوا صغار كانوا بول بويز يتعلم نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله هذه النسخة يعني تكون أفضل من النسخة وإن شاء الله بيكونوا المباريات على تليوزيون البحرين إن شاء الله والناس تتابعين بإذن الله تعالى أكيد الراني محمد مصطفى السعير مدير بطولات الوزارة الداخلية شكرا لكم وإن شاء الله مشكور للغاية